عشان نغير وجه الحياة بشكل عام يا سيد أشرف كان دخول مبادرة حياة كريمة في سعيد مصر غاية في الأهمية في هذا التوقيت صحيح مبادرة حياة كريمة كانت فكرة جديدة مش ان انا بس هدخل مرافق لا ده انا هعيد تشكيل وجه الحياة البيوت الايلة للسقوط وشبه العشوائية اللي كانت موجودة انت قضيت عليها بدأتي تعملي بيوت بشكل يعني حضاري شكل جذاب بدأتي توفري جنب البيوت دي زي ما قلت نقطة الشرطة البريد المركز الصحي مكتب التضامن المركز التكنولوجي بدأت ادخال المناطي دي الانترنت والتليفون بعدها كانت معزولة عن العلم تماما لانه هو جزء كبير او من الصعيد اتعامل بشكل عشوائي بمعنى تيجي اسرة مثلا والله هتستوطن المنطقة دي فتعمل مثلا تجمع هنا وتجمع هنا وتجمع هنا فما كانش فيه يعني مرافق ولا شبكة ولا خدمة قننتي كل هذا وبتشتغل فيه بشكل يعني حولك الى مجتمع حضري ومنتج كمان يعني مشروع بتاع الاشراف لفواد الصعيدة كان معد هذا المشروع من قبل لانه يكون جاذب لي السكان في هذه المنطقة كل واحد كان بيروح للمنطقة دي كان بياخد حطة ارض وبيخصص له مكان يبني فيه بيت لكن لصعوبة تنفيذ هذا المشروع على ارض الواقع ارض الواقع الناس بعد ما بدأت كانت مفروض ان هي منطقة جاذبة للسكان اصبحت طرد الناس بعد ما راحت وثابت حياتها في المحافظات المختلفة كمان بالمناسبة رجعوا مرة تانية لاشغالهم لكن مع اعادة احياء هذا الامر بوجود حياة كريمة في هذه المنطقة اصبحت منطقة منتجة كمان صورنا هناك وشوفنا كمان طبيعة تغير الحياة في هذه المنطقة عمل ازاي اعطاء مثلا كمان صغار مربين رؤوس ماشية وقطع من الارض الزراعية ان هما يصبحوا بالفعل اصب منتجة خلينا اقولك انه قبل كده كان فيه سياسة بالتمت انا كنت باخد المنطقة قسمها قطع اراضي وادل كل حاجة يعني قدل كل اسرة او كل منتفع قطعة ارض يبني ويزرع ويعمل لكن كان بيبقى فيه مشكلة في التنفيذ ومشكلة في الاجراءات انت من الحاجات الايجابية اللي اتعاملت الدولة دخلت بدأت هي اللي تقسم الارض وهي اللي تبنيها وهي اللي تستصلحها وتيجي انت تنتفع بيها فوفرت وقته جهده وتكاليف وبقى فيه سيمترية لكل الاماكن مش كل واحد ده عمل وده ما عملش وده قدر انه هو يعني يعمل فكرة التخطيط اللي كنا منتكلم عليها ده التخطيط بالتأكيد طيب اخيرا وسريعا جدا نسيط الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما مما كان يؤكد على اهمية الاستثمار في البشر قبل اي شيء فكرة وجود حياة كريمة هناك كل مشروعاتها من ترفيق ومشروعات متعلقة بالصحة والتعليم وووو لكن كمان فكرة التمكين الاقتصادي وتحديدا لسيدات الصعيد بالتأكيد يعني هو الاهتمام بالسيدات كان كبير جدا ومش هنتكلم على التمكين الاقتصادي قبل ما نتكلم على المشروعات المبادرات الصحية طبعا مبادرات الكشف المبكر مبادرات يعني كشف الأمراض وعلاجها وقبل ما نتكلم على تنمية الصعيد وغيره لازم نتكلم على المشروع بتاع فيروسي فيروسي كان أهلنا في الصعيد فيه نسبة إصابات عالية جدا لكن ده عمل يعني ماهد التربة بحيث الناس تستعيد قوتها كانت القصة المستنزافة لمصر كلها وبالتالي بقى سهل بعد كده أن أنت في مشروعات زي التمكين الاقتصادي للمرأة أن يبقى عندها تمويل لو عندها مشروع اللو هي شجالة في الحرف التراسية وشوفنا الرئيس في افتتاح معارض الحرف التراسية فأسوان وغيرها بقى فيه شكل إيجابي جدا وشوفنا المرأة في الصعيد بدأ يبقى لها صوت ما كانش موجود قبل كده لأنها كانت موجودة لكن كانت مهماش دلوقتي الدولة وقفت جنبها وبتمولها زي ما بتمول الراجل وبتساعد في تعليمها وبتوفر لها العلاج يعني زي ما حم نتكلم الفندم هي التمية في مصر كلها مرتبطة ببعض ما كانش ينفع أبدا أنه يكون فيه تمية في مكان معين أو فيه محافظة بعينها وباقي المحافظات تكون منسية وده اللي احنا شفناه بالزبط التمية في مصر بتسير على التوازي في كل محافظات مصر بنفس الكفاءة ويمكن ده اللي بالنسبة لنا احنا ممكن نكون مش قادرين ان احنا نستوعبه في ظل كل الأزمات اللي بيمر بياه حتى يمكن الدول المجورة بالنسبة لنا أو حتى ما يحدث في الإقليم أو في العالم فعشان كده كان لازم نسلط الدوق على ما يحدث في مصر بشكل عام